ربيك اللهم لبيك لبيك لا جريد لك لبيك إن الحمد والنعمة لجعل الملك لا جريد لك ربيك اللهم لبيك لبيك لا جريد لك لبيك إن الحمد والنعمة لجعل الملك لا جريد لك لبيك الله أم لبيك لبيك لا جريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمس لا جريك لك إني داعي فأمنه يا رب يكتب الحج لكل واحد عنده النية الخالصة أنه يطلع الموسم الجاي بإذن الله سبحانه وتعالى خلوني بقى أرحب بأب دكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية منورنا دكتور كل سنة وحبتك طيب أهلا وسلم بيك يا سيد يوسف وكل سنة وحبتك طيب وكل الشعب المصر ربك خير وصحة وسعادة وعافية اللهم أمين اللهم أمين مش هبدأ بفضائل الشعير أنا عايز أبدأ بالسلوك الممنوعات المحظورات المحرمات إذا وصلنا إلى هذا الحد الفضائل هنجلها بس أظن كلنا عارفنها بس الحاجات بتاعت السلوك دي مهمة أقول يعني أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بجدد السعادات البالغة بوجودي مع حضرتك وببلغ حضرتك وأسرة البرنامج تحيات در الإفتاء المصرية الله يخليك خلينا نخش في الموضوع على طول يعني الفضائل الحج طبعا يعني أظن المشاهدين في التاتة الرابعة أيام اللي فاتوا أو في أول ما دخلوا العشر الأوائل سمعوا كتير طبعا فخلينا ناخد من السطر التاني أو التالت بس قبل ما ناخد السطر التاني ولا التالت أقول بس في 30 ثانية إن الحج ده لا يتكرر كثيرا ممكن إنسان يجي للدنيا ويخوء يطلع منها وما رحش ولا شاف الأماكن المباركة دي صحيح وأنا أحيي حضرتك في البداية قلت يا رب اللي عنده نية يطلع ويكتبها له ربنا عز وجل فكم إنسان معه فلوس كتير أستاذ يوسف وفلوسه أكتر مما تعد وتحصى ولا تكتب له هذه الشعيرة إطلاقا سواء حج أو عمر سبحان الله يعني ربنا أرزق المشاهدين كلنا والمستمعين في الستوديو الحج أو العمر عن قريب لا تتكرر كثيرا في العمر معناها إن السواء بتاعزمه بكتبير لأن الصلاة بتتكرر خمس تيام خمس فروض خمس فروض والرمضان كلنا بنصوم كل سنة إلا أصحاب العزار إلا الحج ممكن إنساني في العمر كله يبه مرة واحدة عشان كده سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه الآن بالفعل في الساعة اللي إحنا قاعدينها الحجاج بيعملوا إيه عشان نعرف بقى الممنوعات والمحظورات الحجاج دلوقتي خلصوا يوم عرفة الوقوف بعرفة دلوقتي هم في المشعر الحرام اللي هي مزدلفة بيعملوا إيه اللي هم بيتجهزوا لي علشان الممنوعات في يوم عرفة في يوم التروية غيرها في الأيام اللي جاية فهم دلوقتي على حسب البرنامج بتاع كل الشركة إنما بيجمحهم ثلاث حاجات لازم يعملوها لحد صلاة الفجر اللي هو اللي جاية إن شاء الله أربع خمس ساعة الأساسيات الأساسيات أول حاجة لازم يرمو الجمرة الكبرى جمرة العقبة بسبع حصوات تاني حاجة لازم يعملوها إنهما يبقى في حلقة أو تقصير للذكور والتقصير للنساء يعني جيب كده عقلة من شعرها كده للنساء وكده حصل الحلقة أو التقصير بالنسبة للنساء تاني حاجة تالت حاجة يعملوها طواف الإفاغضة سبع أشواط طواف الإفاغضة ده بيسمى عند الفقهاء طواف الركن يعني لازم نعمله لما تحصل الثلاث حاجات دول حصل التحلل الأصغر والأكبر طب بالنسبة للتجلبة وقلت لي حلقة أو تقصير برضو حلقة أو تقصير يعني حب دقن زي حالاتي كده يعمل إيه؟ حلقة أو تقصير يعني أصلا من هنا أو من هنا لا أهم حاجة الشعر أهم حاجة الشعر دقن زي من هنا أهم حاجة الشعر يعني لو التقصير معناه أنه يجيب حبة كده من شعر حتى لو تلا شعرات باشي التقصير الحلق أنه هو بالموس يعني يراغي كده كتير ويروح جاي بالموس حلقة زيره حينو دي اسمها الحلق أو التقصير باشي طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الحلق وقال رحم الله المحلقين اللي هو جاب هزيره خالص المحلقين تاني مرة المحلقين تالت مرة وبعدين المقصرين باشي فيجمع الاثنين أن التلات حاجات دول لما يتعملوا من دلوقتي لحد إن شاء الله صلاة العيد كده حصل التحلل الأسهر والأكبر إيه المحرم المفروض الإنسان المحرم ما يعملوش لو حد بيسمعنا دلوقتي هو في المناسك هو لسه محرم لحد الآن يعني كل محظورات الإحرام لسه سارية معاه أول ما يرمي لو فرضا الساعة 12 دلوقتي في السعودية كمان هتيج كمان ربع ساعة ولا حاجة ممكن يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصوات وبعدين يحصل اللي هو يحلق أو يقصر كده يحصل له التحلل الأصغر لسه ما طفش لسه ما رحش مكة يعني إيه يحصل للتحلل الأصغر يعني يلبس الملابس الإحرامي إلحها ويلبس الملابس بتاعته يحط الريحة يعمل اللي هو عايزه وما عدا العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة رفث بس كده الله والله رفث أول ما يطوف طواف الإفاضة كده حصل له تحلل الأكبر يعمل اللي هو عايزه حتى في الثلاث أيام التشريق اللي هما جايين سواء بقى هيرمي بنفسه أو هينيب حد إن هو يرمي عنه فالمحذورات والمحرمات ماشي معانا لحد أول ما يحصل التحلل الأصغر التحلل الأكبر خلاص كده بنقول له يعني إيه يعمل اللي أنت عايزه زي يقول بالبلد كده كارت بلانش يعمل اللي هو عايزه خلاص دي ما تجمع المحذورات أو المحرمات على المحرم المكروهات ماشي برضو معانا في الأيام المباركة سواء بقى على المحرم أو غير المحرم أنا عيني دايما يعني لما بنروح ندوات أو يعني لقاءات جمهرية عيني دايما مش على المحرم بس اللي هو في المناسك إنه خلاص هو قبل نمشي من هنا على حسب بقى بيتواصل مع در الإفتاء بيتواصل مع الجهة المطلعة حصل ندوات توعوية لي إنما في غير المحرم اللي هو زي حالتنا خلي بالك انت قاعد في بلدك برضو فيه بين قصين حبة حاجات ممنوعة تعملها ولما يأتي العيد في حبة حاجات بين قصين مفروض ما تعملهاش وهكذا فمش عايزين برضو نحصر الأمور في اللي هو في المشاعر دلوقتي ما عاد المشاعر عليه برضو واجبات وعليه محظورات وعليه مكروهات اوعى يقرب لها في هذه الأيام المباركة حلو زي ايه اللي هو غير المحرم غير المحرم شوف يا أستاذ يوسف صلى على سيدنا النبي أفضل الصلاة والسلام يللت العيد اللي احنا فيها دلوقتي الله عز وجل يتجلع لعباده المؤمنين بالحسنات ويتجلع لعباده المؤمنين بالثواب والأجر وزي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام ما لسه فيها دلوقتي ما طلعناش منها شوف اللفظ اللي هقوله وده مهمة أوي بن قصين الإنسان لا يقيد إيده ورجله في المباحات معنى الكلام من لعبك ده إيه بقى؟ معنى الكلام من لعبك ده الإنسان ما يظنش أنه هو أول ما ييجي يوم العيد لازم بقى يقعد يذكر لله عز وجل ويقرأ القرآن ويصلي وإن كان ده حسن لكن خلي بالك فيه بن قصين التباسط في المباحات اللي ممكن تنقلب إلى عبادات الدليل على كده؟ نقوله ولا هنطول؟ نقوله صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاته السلام السيدة عائشة بتروي عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث جميل قوي هنعرف منه المعنى اللي عايزين نتكلم في ده بالبلد خالص وباللغة العمية بتاعتنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد السيدة عائشة كانت الحجرة الشريفة اللي بينها وبين المسجد كأنها بالضبط للسودو اللي احنا عاديين في ده والحجرة الشريفة بتاعت السيدة عائشة فرقني من الأركان فلو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان جوه الحجرة الشريفة هيسمع ويعرف مين اللي قاعد في المسجد فالإخواننا اللي في السعيدة عندهم حاجة اسمها فن التحطيب عارفينه طبعاً اللغة بيلعب بالعصيران فكان فن التحطيب ده بيلعب في مسجد السيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد السيدة عائشة تقول ذلك كان الحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم يعني الح diy بالحرب اللي هو فن التحطيب بالبلدي كده يعني فتقول فكنتوا أنظروا إليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسطرني بردائي أنا عايزك بس تتخيل والمشاهدين تتخيلوا معانا المشهد ده اللي فيه جمال ورقي إن سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم مواقف كده وحاطت الرداء بتاعه عشان يسطر السيدة عائشة وهي بتنظر للناسهم بلعاوه في المسجد فين الشاهد في الرواية دي السيدة عائشة تقول كلام أنا أقول أغلى من الذهب بتقول إيه فقدره قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله معنى الكلام الملعبك اللي ممكن لغة عربية عالية أوي ونقوله بالبلد وباللغة العامية بتاعتنا بتقول لما عيالك ومراتك يعوزوا يفسحوا فسحهم لما أسرتك في هذه الأيام المباركة اللي فيها تباصط في المباحات يعوزوا يعملوا حاجة خلاف المعود خليهم يعملوا زي ما السيدة عائشة تقول حديثة السن الحريصة على الله المباحات يا أستاذ يوسف في الأيام المباركة قنت قلب إلى عبادات ولكن بالنية عشان كي سيدنا نفسه على صلى الله عليه وسلم بيقولنا نية المؤمن خير من عمله الله فالإنسان ممكن يدرك ثواب القائم الصائم بالنية فقط ولكن الله عز وجل مطالع على من هو صادق وعلى من هو كاذب صح ده ايه كلام الحلو ده يعني أولا خليني أبدي إعجاب الشديد بحضرتك الله يبارك فوقك سبحه وما إلى ذلك وبس لا ده سيدنا النبي هو ده أنا جبت لك حديث من سيدنا النبي من قلب بيت سيدنا النبي سيدنا النبي في زوجة سيدنا النبي عشان نقفل الباب على الحتة دي رضي الله عنه وخلي بالك يا أستاذ يوسف الفكرة بين قسين المتطرف أو المتشدد عايز يوحي للناس أن الحياة كلها من أول ما بنصحى من نوم لحد ما بنيجي اللام تاني كأنها حياة عبادات وصالة فقط ومشو أخب باله وخلي بالك أن الحياة أكبر من ذلك وأنا عايز بس يعني أقول في ثلاث سواني خمس سواني على أقل أو أكتر النظر الإفتاءة المصرية في سابقة لم تحدث إحنا دلوقتي شغالين من الجمعة اللي فاتت لحد الجمعة اللي جاية على التطبيق الإلكتروني في 24 ساعة ممكن حضرتك تتواصل معنا حضرتك أو أي حد جوة مصر أو بر مصر لأي سؤال خاص بالأضحية أو خاص بالمناسك حلو جدا فدلوقتي رحضت جربت بالفعل وبعدتنا على التطبيق إلكتروني بتاعنا السؤال بتاعك فيما لأتعدى 40 دقيقة هيتجاوب عليك طيب سؤال بقى ده مهم جدا عشان ده متعلق بقى بالأضحية بكرة الصبح بإذن الله وعندنا 3 أيام التشريق في ناس تقول يا جماعة الأضحية بتاعتي أيا كانت هي إيه فأنا هاخد تلت لي وتلت أهادي وتلت أوزع على خلق الله أنا مرة زمان سمعت رأي مختلف بيقول لو عاوز تطلع الأضحية بكاملها لخلق الله طلع أيهما أصح وأيهما أوجب أنا أقول لك عنوان بسيط جدا يحلنا المشكلة دي الأصل في الأضحية هو انهار الدم يعني انهار الدم يعني التقرب إلى الله عز وجل بالأضحية أو بالعقيقة حتى المقصود بها أن نتبح طيب تعالي نقول إن واحد بخيل قوي بعد الشر يعني عن الأستاذ المشاهدين بخيل قوي أول ما دبح الأضحية كلها هو الوحده مداش ولا قطعة لحم لأي حد كده الأضحية صحيحة ولا لأ صحيحة تبقى بالكلام ده صحيح ليه بقى؟ لأن الأصل فيها أننا أهم حاجة دبحت النحية التانية ومعظم الناس بتعمل كده ربنا موسع عليه في سائر السنة بتاعته وأول ما دبح قال هنفرقها كلها لله مش عايز منها ولا قطعة لحم الأضحية صحيحة صحيحة أيضا ولكن خذ ثواب أكبر من الحالة الأولينية معظم الناس بتعمل زم حضاك طول بثلاثة كوام كده أو كومين لنفسه لأريبه للفقراء والمساكين اللي يجمعنا بالثلاث حاجات دول كلهم خلي بالك لوحة جميلة أوي العنوان بتاعها من وسع على عباد الله وسع الله عليه الله أكبر اعمل اللي أنت عايزه فقا طيب أنا أفهم معلش أنا هطول دقيقة واحدة بس احنا موضو دخلنا البداية من المدأخر أنا أفهم إنه زي ما احنا عارفين إن الله سبحانه وتعالى لا ينال من لحمها ولا دمها خالص صحيح فالأصل في الموضوع هو طاعة ربنا ربنا أمر هنطيع ولا مش هنطيع صحيح وبالتالي كلناها كلها وزعناها كلها مش ده الأمر الأمر هو الطاعة الطاعة لله عز وجل وده يتماشى معه إنه هو الأصل فيها الذبح أيوة طيب بس كمان أعتقد زي ما قلت إنه يمكن يكون جزء كبير جدا فيها هي نحنا ندي للناس ويا سلامسا أنا وحب الناس أحب أقول دايما يا جماعة لو تقدر تطلعها كلها طلع ودوق بس دوق دي يعني دوق يعني أكلة صحيح طلع للناس ما هو اللي دايما بنحث بالناس حتى لو منزل في الندوات بتاعتنا يا إخوانا يا أحباب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رجاء في المسائل اللي زي كده كل ما توسع على عباد الله ربنا يوسع عليك بلاش تدايق على الناس في الحتة دي يعني أنت لو ماك في طول السنة وبتيجي في الحتة دي تدبح الدبيحة بتاعتك خرج كلها لله أيوه وربنا عوضك خير منها طبعا فبلاش ندايق على الحتة في الناس دي وعايز تاكم منها كل بس خليك الأوسع توزع على الناس وتخليهم على سبيل الزيادة في الأجر والثواب من الله عز وجل اللهم أمين والله إحنا روضنا ربنا سبحانه وتعالى عوضنا خير موجودك معنا النهاردة الله يبرد في حضراته نورتنا وشرفتنا بجد والله من قلبي ربنا عالم يعني بالفنياتي واللي في قلبي بجد أنا مبسوط جدا شكرا كل الشكر ليك دكتور هشام كل الشكر دكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصري